لما تشوف الصور اللي قدامك دي هتفتكر ان هي تم تصميمها باستخدام الفوتوشوب او بأدوات التصميم زي الإلستريتور ولكن في الحقيقة التصميمات اللي قدامك ديه تم تصميمها باستخدام الزكاء الاصطناعي وانهاردة هشرح لك ازان انت تعمل تصميم الواحد في أقل من 30 ثانية قبل ما نبدأ ما تنساش شك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا يالله بينا اهلا بيكم في فيديو جديد معكم محمود خضر خلاص قررت ان انا اظهر معكم في القناة بعد كده في اي شرح واشتريت معادات جديدة بقى اضاءة وحامل مايك وشوات معاداته وقررت ان انا ابدأ اصور وطبعا يعني ان شاء الله هتلاقوا تغييره وهتلاحزوا ان فيه اختلاف في التصوير هتلاقوا التصوير بقى احسن شوية لان جبنا امكانيات احسن كزيك الامر هتلاحز ان انا وراي خلفية كويسة لكن في الحقيقة الخلفية اللي ورا دي هتمش خلفية حقيقة هي خلفية كوروما ويعني كوروما يعني ان انا اه شلت الخلفية اللي وراي حطيت خلفية تانية يعني مسلا لو انت حابب تشوف الفرق ما بين الصورة الحقيقة فدي الصورة الحقيقة كده الكوروما لكن لو انا شلت الكوروما هترجع تاني بقى الخلفية بالشكل الجميل ده ودي طبعا تم ازالتها باستخدام برامج المونتاج لو انت حابب تعرف تفاصيل اكتر عن ازي ان انت تعمل كوروما وتزبط اضاءة وتزبط خلفية كويسة لو انت يوتيوبر فهتقدر تسيب لده في تعليق دل بقى نخش في حلقة النهاردة وهي ازال ان احنا نعمل تصميمات زي اللي احنا شفناها في الاول دي كنت شرحتي قبل كده موقع بينج او موقع ماكرشوفت بينج وشرحنا ازال ان احنا نولد بيه صور باستخدام الدل اي سري وانا النهاردة هنستخدم الموقع ده بكل بساطة طبعا احنا دلوقتي على الصفحة الرئيسية الموقع هتقدر بكل بساطة ان انت مجرد ما تكتب بينجرشوفت بينج في محرك البحث هيظهر لك هنا بينج بالشكل ده هيظهر عندك تحت هنا حاجة اسمها image creator هتضغط عليها بالشكل ده هنا دي الصفحة الرئيسية طبعا لو انت مش مشترك في الموقع فانت لازم تشترك وطبعا انا كنت شرح الموقع بلكده وهسيب لك رابط شرح الموقع في وصف الفيديو في المربع ده هنكتب هنا بعض الكلمات عشان يطلع معنا التصميم بالشكل ده احنا محتاجين الاول حرف من بلد معينة يظهر ويكون عليه عالم البلد وبعض البيوت بشكل 3D كويس فاحنا هنكتب مع بعض البرومبت ده اول حاجة هكتب 3D realistic letter of Egypt capital 3D يعني احنا محتاجين الصورة بتاعتنا تكون 3D realistic letter يعني حرف حقيقي of Egypt وطبعا الحرف ده بحرف i لكن احنا في البداية هنكتب 3D realistic letter of Egypt capital city ده حاجة هتبقى اساسية معنا باختلاف ايجبت ان نقدر ان احنا نغيرها بأي بلد تانية بعد كده هنكتب real color of buildings with letter e and flag with white background تمام؟ فده هو البرومبت بتاعنا برومبت بسيط جدا نقدر ان احنا نغير في حاجتين اتنين البلد هنا نقدر نشيل مثلا ايجبت ونحط اي حاجة تانية والحرف ان احنا بنحط اول حرف من كل دولة وبعد كده احنا عايزين العالم والخلفية تكون بيضا بس بكل بساطة بنضغط على create زي ما احنا شايفين هنا دي كانت النتيجة بصراحة النتيجة جميلة جدا هو هنا طبعا جاب العالم مزبوط وجاب لك اربع تصميمات بالشكل ده عجبك اي تصميم طبعا انت بكل بساطة تقدر ان انت تفتح تصميم بالشكل ده وبعد كده بنعمله هنا اول ما يفتح معك بالشكل ده نقدر ان احنا نعمل download للصورة عامل بصراحة العالم متراحل واوي لو انت طبعا حابب ان انت تعدل عليه باي حاجة تقدر انت تشيل العالم الصغير ده وطبعا لو انت طلبت منه هو يعمل لك مثلا تصميم تاني هيعمل لك طيب تعالى بقى نعمل لدولة تانية احنا المرة دي هنعمل لبالسطين هنا شلنا مصر وحطينا بالسطين هي فلسطين وطبعا هنا هنشيل حرف اي وهنحط حرف تاني حط حرف وبعد كده بكل بساطة هنضغط على create اهم حاجة عشان تقدر تعمل تصميمات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي هي او التلقين ده بيسموه هندسة التلقين او هندسة التوجيه ان انت مسلا الذكاء الاصطناع ده بيكون مبني على بيانات وخرزمات كبيرة جدا فانت ازاي هتطلب منه يطلع لك الحاجة بطريقة احترافية فده بيكون عن عبر او عن طريق ان انت تكتب توجيه كويس او برومبت كويس دي كانت النتيجة معانا هنا بالشكل ده عمل هنا فلسطين بشكل حلو اوي كذلك الامر لو انت حابب تحملها زي ما قلت لك هتفتح الصورة وتضغط عليها بعد كده تعملها دون لود طيب حبيبا نجرب دولة تانية مثلا ممكن هنا نيجي هنا ونكتب مثلا سعودي اريبيا او المملكة العربية السعودية هنا كتبت سعودي اريبيا وهنا هنكتب حرف الاس طبعا البيئة كله ثوابت وبعد كده نضغط عليها كريت ودي كانت النتيجة بصراحة انا مكنتش متخيل ان هو هيجيب العلم بالاحترافية دي يعني هو العلم بالزبط والكلام مكتوب عليه حلو اوي فهي حاجة حلو اوي من ده الان هو هيبقى محتفظ بالاعلام بالطريقة الجميلة دي فزي ما احنا شايفين هنا بصراحة علم السعودية برضو ظاهر معنا بشكل احتراف جميل جدا طبعا تقدر بكل بساطة ان انت تدخل تعمل علم بلدك وموضوع هيبقى حلو اوي بس انا كنت حابب برضو اجرب معاك وعلم المغرب كتبت هنا موروكو وهنا كتبت حرف الام وهنا هندغط كريت وقادي النتيجة الرائعة بصراحة حلو اوي طبعا هنا عامل اربعة تصميمات هنا حلوين عجبني بصراحة ده يعني ممكن ده بس اعتقد هو مفروض المغرب المغرب عفوا اللون بتاعها كله بيبقى احمر فهنا مثلا ده ممكن يبقى مناسب شوية لكن هنا النجمة هنا ممكن مش معدولة اوي هنا النجمة احسن لو حتى ما عجبكش تصميم تقدر ان انت هتعمل كريت تاني يحملك تصميم حلو ممكن ده برضو جميل اوي ممكن ناخد حاجة زي ده بصراحة تصميمات جميل اوي دلوقتي تقدر ان انت تدخل تجرب عالم دولتك وان شاء الله يطلع معاك بشكل احترافي زي اللي احنا عملو ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهو مجانية باستخدام موقع وبكده بقى انا شروح تلك النهاردة زي ان ان انت تعمل تصميمات احترافية بعالم دولتك وتطلع بشكل احترافي زي ما شفناك كده 3D تقدر دلوقتي ان انت تخش تجرب بنفسك لو عجبتك الحلقة ما تنساشك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نزهر لكل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة